السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموت يفجع سامرة سعيد للتفاصيل قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا اشتركوا في القناة واشتركوا في القناة كشفت الفنانة نادية مصطفى عن وفاة طالق المطربة سامرة سعيد ووالد ابنها الوحيد شادي وكتبت نادية عبر حسابها على الفيسبوك النهاردة زي ما كتبت على صفحتي على الفيسبوك معاد عزاء أستادي محمد سلطان أرسلت لكل فنان معي رقمه على الواتساب ومنهم الفنانة الكبيرة راقية سامرة سعيد وأضافت كلمتني واعتدرت عن عدم حضور العزاء لأنها خارج مصر لأن أبو ابنها شادي توفي أمس ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته وخالص عزائلها ولابنها ولكل حبيبي كان نقي بالمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل أكد أن النقابة ستقيم عزاء الراحل موسيقى الكابيل فنان محمد سلطان يوم السبت بمسجد الحامدية الشادلية ودفن الجثمان موسيقى محمد سلطان بمقابر المجاورين بطريق صلاح سالم وشيع جثمانه من مسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير بحضور عدد من الفنانين والتف الجثمان بعلم مصر وذلك تنفيذا لوصية التي أدل بها قبل وفاته ترجمة نانسي قنقر